السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اهلا بكم في الدرس الماضي اخذنا موضوع وستطعنا نعمل ونحصل على المعلومات من الارابال مثل اكسس توكن واليوزر وخزنناها حاليا في في البراوزر لما نذهب الى setting في البراوزر ونغير الى ثم نروح الى العنوان الصفحة ثم نشوف اليوزر والتوكن الموجود معنا الان ننتقل للخطوة الثانية وهي عملية رجستريشن راح نعمل ايضا المعلومات بنفس الطريقة اللي استخدمناها ايضا بمكانك تضيف نحن نضفنا الان ويميل او النام عفوا الاسم واليميل والباسورد بمكانك تضيف نرسلها الارابال لكن لاحظ انه لما عملنا ما كان يحتاج ان نضيف اللي هو والباسورد راح نشوف اذا صارت معنا مشكلة راح نضيفها نذهب الى ونذهب الى ونذهب الى ثم نذهب الى رجستر رجستر طبعا تحتوي الان اللي هو الاسم واليوزر نيم واليميل عفوا والباسورد نحن عملنا هو لما يضغط على هذا الوصلة او على رجستر هنا راح يودينا الى هذا الفنكشن بناخذ المعلومات ونحن نرسلهم الى الارابال اول خطوة راح نقوم بها اول شي اعمل كومنت لي هو الراوت ما نريد نذهب الى الى البروفايل الا اذا كان التسجيل صحيح او تسجيل صحيح فراح نعمل طبعا اول شي هي مثل ما شفنا هناخذ او العنوان من هنعدنا وردي عملنا سلاش او نعمل راح يكون عبارة عن او هذا الراوت ثم نقوم طبعا نحتاج نرسل البيانات المعلومات اللى موجودة على سبيل المثال هنا كوبجيكت ثم عملنا فيه اول شي راح يكون name عبارة عن this.name email this.email ثم الاخير password this.password اذا صار طبعا راجع لنا طبعا اول شي عن response راح يرجع لي response بهذا الطريقة راح نعمل مسافة هنا response نفتح function اول شي راح نعمل نفس طريقة اللى هو بيكون نعمل token اولا اخذ مثل ما عملنا فيه هنبدل ما نعيد كتابتهم وايضا هي عملية الروت اذا نجح الروت راح يطبعا نوديني مثل ما شفنا هنا احنا عملنا لها كومنت راح عملها كت يوديني على الروت اللى هو عنده صار صحيح راح يرجع لي response اخذ من response اخذنا في مثل ما شفنا هنا وايضا اليوزر راح يرجع لي مثل ما شفنا هنا في ثم نذهب الى صفحة إذا صارت مشكلة راح عمل catch error catch error من الخطأ ممكن نعمل بنفس الطريقة اللى ما شفناها في اه في او في لكن هنا راح نعمل console.log error error.message نشوف الخطأ في الكنسول حاليا ثم نقوم بتجربة هذه البيانات اللى عملنا هنا والتغييرات نعمل refresh نذهب هنا الى الموقع نعمل طبعا user three at اه مثلا user three at test.com الايميل او عفوا ان هذا يكون الايميل نكتب هنا user three اليميل user three at test.com ونكتب الباسورد تكون اربعة اه او ثمانية characters لازم يكون اعمل register في عندي مشكلة axios is not defined نحن ننسى ننضيف axios هنا اه لازم نعملها امبورت هنا امبورت اكسيوس from اكسيوس اعمل نذهب الى الصفحة طبعا نعمل مرة ثانية هذا الخطأ ام ليظهر معنا في الكنسول احتاج نشوفها بعد قليل ربما يكون للبوتستراب او اي شي اخر راح تشوفها بعد ذلك لكن راح نركز الان على registration user user three عمل based user three password نعمل registration راح عمل registration صار معنا registration نذهب الى database ونعمل refresh نشوف اذا كان هذا اليوزر موجود حاليا او لا قام بتسجيل اليوزر وايضا اا امين يعني رسلنا على صفحة يعني قام بتسجيل طريقة صحيحة وفي الابليكيشن معاي اللي هو واليوزر اا تبقى الان مسألة اللي هو انا ما زال عند ال طبعا راح نعمل هنا في الناب فار check اذا كان موجود راح نعمل او في الراوتينج راح نعمل check على الراوتس اذا كان توكن موجود يعني احنا ودي دايما يودينا على صفحة البروفايل واذا كان توكن غير موجود راح ودينا على اللوغن اا لان او عملت مثلا registration طبعا ما حيتعرف عليه ان انا عملت الرودي موجود لو عملنا يوزر اخر مثلا user four user four at test.com password مكتب ونشوف ايش المشكلة بعده راح يعمل لي ايضا اا registration حتى لو كان user one two three four الغريب ان هي عبارة عن eight characters فليش عمل لي registration Success الان لج 앞으로 empire الوقوين نجرب على الوقوين اللي استخدمنا قبل قليل او عملنا له راجستر حنذهب للوقاع user four at test.com one two three four اوكي بروفايل اشتغل معي معناه ان نحن عن طريق الAPI نحن نعمل Pass يعني نتجاوز ال Validation لأرفال لذلك لازم تنتبه ان تعمل ال Validation هنا في ال Front End وليس في ال Back End راح نروح على الكود من الأرفال ونشوف وين يصير ال Validation هو طبيعي طبعا نحن نعمل الحين ذكرتنا ان نحن مش عملنا اللي هو ال Configuration أو ما نستخدم نحن ال Login عن طريق اللي هو PHPR-аниcel Make Author اللي هو لما يعمل الارفال يعمل 저는 Outh Controller이라는 нحن اعملنا على Kontroller اللي عملناه عن طريق اللي هو JWT-Auth فلما نروح على ال-功 practices الاث what he does فعلا هي ال Resister لا تحتوي على أي Validation فنحن مباشرة ناخذ ال username وال password وراح نقوم بعملية هو في ال register هنا راح نقوم بعملية create يعني ما نعمل أي validation فإذا نحن نريد validation لازم ننتبه ما راح أغطي طبعا ال validation هنا لكن إذا نحن نريد validation فلازم نعمل validation في هذا ال functions وأيضا في login إذن انتهينا مع عملت ال registration راح ننتقل إن شاء الله في الدرس القادم ربما ناخذ موضوع هو routing كيف نعمل look لل routing بحيث لما يكون user موجود يتعرف عليه وأيضا لما يكون user ما عامل login أيضا راح يطلع خارج وربما نعمل lookout في الدرس الذي يلي إن شاء الله شكرا على المتابعة